أستاذ محمد حسن ما هو الخط الرابط إذا كان هناك خط رابط بين تيارات اليمين المتطرف في أوروبا والتيارات المتطرفة دينياً كالإخوان وغيرها هل هناك أمر مشترك بينهما؟ بالطبع أستاذ أحمد هناك أمر مشترك ما بين التيارات المتطرفة سواء السياسية والدينية وخاصة في أوروبا وأنها بتعتمد على خطاب شعبوي وخطاب من الكراهية والعداء المتبادل تجاه العناصر الأخرى أو فئات المجتمع الأخرى والأقليات لكن في الحالة الأوروبية وحالة تنظيم الإخوان الإرهابي في أوروبا نجد أن هذا التنظيم استغل باحترافية واستغل بعمق الأدوات المتاحة أمامه من الأدوات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية كي يروج لأيدولوجيته المتطرفة واتباعاً يقوم بتجنيد المزيد من العناصر وهنا يستهدف في تنظيم الإخوان العناصر الأكاديمية والطلاب المسلمين من البلدان المختلفة وهم من الممكن يعانون من الفقر والتهميش وأحياناً سوء المعاملة هنا تروج الجماعة لأيدولوجية إنعزالية داخل المجتمعات وتصدر خطبات على الإنترنت تتسم بدعم هذه الأقليات وإحياء الشعور الديني وإحياء القومية من منظور ديني وتباعاً ينفصل هؤلاء المستهدفون عن قيم الموطنة والتعايش السلمي مثلاً لدى جماعة الإخوان حالياً أكثر من 75 موقع إلكتروني وهذه المواقع تعمل بصورة مستمرة على نشر الأيدولوجية المتطرفة محمد هو وفق معتقد الطرفين يفترض أن كل منهما يشكل خصماً للآخر أو المادة التي يقدمها كل خصم تستغل للترويج لأيدولوجية الآخر التيارات اليمينية المتطرفة تقول أن هناك من يحاول أن يضع نفسه في إطار عزالي داخل هذه الدول وإذا خطر حقيقي فيما يخص التركيبة الديمغرافية لهذه الدول في المقابل التيارات الدينية المتطرفة تقول أن هذا التيار اليمين المتطرف في أوروبا يشكل عبءاً أساسياً على النحية بسلام داخل هذه المجتمعات كيف يمكن الجمع بين هذين المسارين ويبدوان على درجة من التناقض؟ كما أشرت أستاذ أحمد في بداية الحديث أن التيارين سواء التيار الديني المتطرف والتيار القاومي السياسي المتطرف يتبدلون القطابات العدائية تجاه الآخر بل أن الأمر يتطور في معترك الحياة السياسية اليومية اليمين السياسي المتطرف أو إن صح التعبير اليمين القاومي يسرد أو يعتمد على سردية مفادها أن الطيار الديني يغير ليس من تركيبة الديمغرافية فحسبه لكن من قيم الدولة نفسها وقيم المواطنة والتعايش السلمي ومنظومة الحريات الموجودة في البلاد على الجانب الآخر يعتمد الطيار الديني المتطرف على أن القاومية أو القاومية الأوروبية أو طيارات اليمين المتطرف تعتمد بالأساس على مهاجمة الدين الإسلامي يعني هنا يروج أن هذه المعداة تتجه مباشرة نحو الدين الإسلامي وبالتالي يجيش الكثير من أعضاء أو عناصر الجالية المسلمة حتى وإن كانت لا تنتمي أيدولوجيا لجماعة الإخوان الإرهابية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر